ومن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكسره ونستجديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يحمده الله فلا مضل له ومن يقلل ولا هادي له وأشهر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهر أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وصلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبعد القطاع قويل صالحونها للتقسير لأجل ظروف غارج عن إرادتنا لم نتمكن من اللقاء ولكن قدر الله أن نلتقي اليوم لنواصل ما ما كنا نتداول معا في مثل هذا الوقت من كل أسبوع هذا الكتاب المبارك لمؤلف مبارك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورحمه أعلام أن الأهمة الأعلام بدعناه وأقضنا منه قصطاً كبيراً الكتاب من أصله من أصل هدفه يهدف إلى اختلاق الأذر للأئمة يريد أن يثبت لنا أن هؤلاء الأئمة ليسوا معصونين فلذلك يستحقون أن يُعذروا فهذه مهمة جداً فكلما ارتقى الإنسان في نظر غيره إلى درجة المعصومية إذا وقع من هذا الذي ارتقى إلى درجة المعصومية خطأ واحد خطأ واحد فقط وتبين للذي يرى أن هذا الشكل على درجة المعصومية تبين له هذا الخطأ الواحد مع أولو هذه الدرجة يسكت الرجل بقطأ واحد فقط خطأ واحد فقط يسكط ولكن إذا فهمنا أن هؤلاء مهما كثر علمه مهما بلغت منزلته مهما اتفعت شهرته ليسوا معصونين معناه يمكن أن يقعوا في الخطأ يمكن أن ينسوا ليس لاجم أن يكون جاهلاً بهذا الحديث أو مضمون تلك الأعلى قد ينسى قد يخالف غيره فصرد لنا المؤلف أسباب من هذه الأسباب التي مررنا بها قال عدم بلوغ الإمام الحديث ولا يمكن أبداً لأهد من هؤلاء يجلس ويخالف الحديث عمداً لا يمكن هذا ثم أن يكون الحديث لم يبلغه هذا السبب وأطنب الكلام المؤلف أطنب الكلام تحت هذه النقطة تحت هذه النقطة أطنب الكلام فيه تكلم بكلام طويل مفيد جداً وأتى بأمثلة حتى بين الصهادة الذين قاطروا النبي صلى الله عليه وسلم يغيب عنهم الحديث حقيقة بالذين يطلعون من خلال الكتب أو يعتمدون على أساريد الرواية فهم من باب أولى أن لا يبلغهم الحديث إذا كان الذي تعرفون أن عمر رضي الله تعالى أنه حتى كان يتناوض مع غيره عليه فقالله كذلك ما الحكمة في ذلك حتى حتى لا يفوته علف ولكن مع ذلك هل فاته أم لم يفوته فاته فاته حتى أبضل قضية قضية الاستئذان مع جهاده مع تناوبه بقى غيره حتى لا يفوته شيء مع ذلك فاته فغيره من باب أولى فغيره من باب أولى فلذلك من أدم بلوغ الحديث من الأسباب أدم ثبوت سحة الحديث عند إيماني مع ثبوته عند غيره هذا يصدب الاختلاف أنا ثبت الحديث عندي لم يثبت عندك لأنه ثبت عندي أبني عليه الحكم وأفتي به لأنه ضعيف عندك لا ينبني عليه حكم وهكذا أصدب الثالث تدعيف الحديث بالجهاد قد خلفه في غيره تدعيف الحديث اشتهد وضعف الحديث غيره خلفه ولم يضعف بنفسه أصدب أصدب الاختلاف في تصحيح وتدعيف الحديث توسيعا لدائرة السبب الذي سبق لوضع شروط زائلة أن الشروط المتفك عليها في الخبر المكون وهذا سبب مستقيم هناك السبب الرابع السبب الثالث هو تدعيف الحديث باجتهاد قد خلفه فيه غيره أما السبب القامل هذا في تسحي وتدعيف الحديث بشروط زائلة وجعل لنفسه شروط وهذه الشروط ليست الشروط المتفق عليها ويعمل مع شروط المتفق عليها ويزيد عليها شروط أخرى فهؤلاء إذا توفرت لديهم الشروط المتفق عليها صح هو الحديث أو ضعفه أما هو إذا توفر لديه هذه الشروط إنه شروط أخرى لابد أن تتوفر السبب السبب الثاني اعتقاد الإمام أن لا دلالة في الحديث أن لا دلالة في الحديث نعم حديث الشحيط تلغه ما عنده مشكلة مع الحديث ولكن ولا يرى أن هذا الحديث يدل على هذا الأمر وهذا كثيرا ما كثيرا ما يحدث اعتقاد الإمام أن تلك الدلالة معارضة بدلالات أخرى هو الآن يوافق على أن هذا الحديث يدل على الأمر الاخلالي ولكن هذه الدلالة معارضة بدلالة أو بأدلة أخرى أو دلالات أخرى معارضة بدلالات أخرى واسألنا السبب التافع اعتقاد الإمام أن ذلك الحديث معارض بما يضعفه أو يضعفه أو ينصطه أو يؤوله معارض بما يضعفه أو ينصطه أو يؤوله بلغه الحديث وعلى علم بالحديث ولكن هو يعتقد أن هذا الحديث معارض بما يضعفه أو ينصطه أو يؤوله أما السبب العاشر مؤارضة الإمام للحديث تعرفون قضية لا يتربن أهدكم الماء وهو وهو قائد وراء علي رجل الله رضاية النبي السلام الشارب الزمزم وهو قائد طيب إما يحذف إما أن يكون قيامه لشرب الماء ناسق لنهيه هذا مخرج مخرج آخر إما أن يكون ناهيه لشرب الماء قائما ناهي لأمته وشربه وجواز شرب الماء قائما خاص به هذا والك أو إما أن يكون يجوذ الشرب ماء الزمزم قائما ولا يجوذ شرب غيره قائما ولكن هذا يحتاج منك إلى جديل المستقيم بماذا تخفص الزمزم ممكن تقول لم يرد حديث آخر في غير شرب ماء زبزم أن النبي صلى الله عليه وسلم شاربا قائما وقد يكون تخريفا للنهي تخريفا للنهي ونقله من التعريم إلى الخراحة ونقله من التعريم إلى الخراحة طيب ممكن واحد يقول لهذا هذا الحديث معارض بهديث آخر هذا الحديث دل على أن النهي منصوحا ولكن إنما تكون منصوح كذلك تحتاج إلى الدلة مستقلة لإثبات ماذا التاريخ التاريخ تخفض أن هذا قيل قبل قبل هذا لأنه يمكن كذلك أن يكون هديث النهي هو الناسق عليسه يمكن هذا يمكن أن يكون حديث النهي هو الناسق لحديث الجواز كما أنه يمكن أن يكون حديث الجواز هو الناسق لحديث النهي كل هذا يمكن عليه كنت قد نحيتكم عن ديارة الكهور فزوروها يعني الآن الجواز ينصق النهي وكذلك النهي قد ينصق قد ينفق الجوال وذلك لا بد من إثبات التاريخ أيهما المتقدم أيهما المتقدم لذلك إن لم يثبت إذا تعارض ظاهر حديثين أو دليلين صحيحين لأنه ليس هناك تعارض بين دليلين أحدهما صحيحة والآخر ضعيف ليس هناك تعارض أفلا لأن الضعيف هذا نثبته أفلا ولكن إذا تعارض ظاهر دليلين صحيحين نبحث أولا عن التاريخ فإذا وجدنا أن هذا متقدم إلى هذا نترك المتقدم المتأخر ونعمل المتقدم يعني بالأقل نعمل بالمتأخر ونترك المتقدم ويكون هذا نفق فكأن هذا نفق هذا ولكن بعض الألماء يفضلون النفلك مثلك الإعمال هو الجب يقولون الإعمال أولى من الإزمال هل أعرفين صحيحين فإذا قلنا هذا تقدم وهذا تأخر وأخذنا بالمتأخر معناه نهمل المتقدم وقالوا لا المتقدم هذا لا نهمله نعمله كيف نجمع بينهم فنقول قد عملنا بالمتقدم والمتأخر على كل حال قد يعتقد الظفال أن هذه الدلالة معارض أن هذه الدلالة معارضة معارضة أو معارض بما يضعفه أو ينصفه أو يأوله أفضل آخر معارضة الإمام للحديث بمعارضات غير معتبرة عند غيره وإنه بعض المعارضات غيره لا يرى أن لا يعتبر بهذه الأشياء ولكن هو يرى أن هذا الهديث مدام كذا مدام كذا مدام كذا لا نعمل به أما غيره لا يرى أن هذه المعارضات يمكن الاجتماد عليها في ردة الحديث ولكنه يرى ذلك فينبني على ذلك الاختلاف كذلك السبب هذا هو السبب العاشر وبعد هذا السبب العاشر ودعا يتكلم بتفصيل عن الآدات والقواعد المتعلقة بمعارضة الحديث يعني يعني أليس تكلمنا عن معارضات إنه ما يعارضه إنه ما يعارض الدلالة إنه ما يعارض الحديث إنه ما يعارضه الحديث إنه ما يضاعفه أو يصفه طيب أن فقط لكل كل شيء تستطيع أن تعارض ذيه الحديث فهو بدأ بقول ينبغي أن يكتب بماء الذهب لا يعارض الحديث الصحيح بقول أحد من النفس هذا مهم جدا لا يعارض الحديث الصحيح وهذا يقع فيه كثيرا أما المنتمون إلى المذاهب الفقهية هذا يقع فيه الكثير ممن يذهبون يتمذهبون لذلك في ميدان العلم في ميدان العلم أنت إذا كنت تبحث في مفألة من المفائل وقلت بأن المذهب المذهب الفلاني مذهبهم في هذه المفألة كذا أو المذهب الفلاني يقول في هذه المفألة كذا في ميدان البحث العلمي لابد أن تبحث لهم عن ماذا عن الدليل لابد أن تبحث لهم عن الدليل حتى لو أنك بحثت في كتب المذهب ولم تجد دليلا اعتمدوا عليه فلابد أنت كباحث الآن أن تبحث لهم عن دليل يمكن الاعتماد عليه هذا في ميدان العلم وهذا يعني شيء جيد يعني حتى لعلنا إذا لازمنا هذه الطريقة فنصبح يوما هذه المذهب وأقوالها فالتدرج تحتها كلها تحت السنة تحت الأدلة الصحيحة لذا فقط تكون مذهبنا في كذا كذا حتى ولو لم يكن فيه ماذا فيه دليل نحن لا ننسى أن هؤلاء الأئمة الذين سبقوا اشتغدوا بقدر ما لديهم من ماذا من الأدلة فيقول من الجنون بمكان أن ترى أنت الحديث هذا الشكل ما رأى الحديث أو رأى الحديث ولكنه ضعف الحديث بدليل بينها أو بينه أو لم يبينه ولكنك الآن توفرت لديك أدلة ألا أن هذا الحديث حديث صحيح أنت مع ذلك إذا التزمت قول من ضعف الحديث وأبى أن يبني عليه الحكم فأنت ظالم لهذا الشخص الآن أنت الآن تظلمه أنت ظالم له لأنه كان يبهد عن الحق لو توفرت لدي هذا الذي توفر لديك الآن لعانل بماذا بالحديث بالحديث لعمل بالحديث طيب لا يؤارض الحديث بقول أهل من الناس قال المشهد المشهد له أجران والمقر له له أجران يعني المشهد في كل أهواله يحفظ على ماذا على الأجران طيب بظمت جاء ب بعض الآليات التي يحتاج إليها المشهد قضية هل يخص العموم أو يخص العموم بالقياس هل العموم هذا تتلمن به فيه بالإطنام قال هل العموم يخص بالقياس تعرفون هناك تخصيص العام عليك كذلك طيب هذا الذي يخصصه هل القياس لأنه ليس دليل مستقيم تخصص به دليل آخر ولكنه عام هذا شيء عندك هديث تخصص به حديث عندك هديث تخصص به الآية مع خلاف بينهم هل تستطيع أن تخصص الآية بالحديث يعني تأكيد هديث وتخصص آية في القرآن تقول هذه الآية عام ما نخصصه بهذا الحديث بعدهم قالوا لا قالوا هذا القرآن لا يمكن أن تخصصه إلا بما هو في درجة واحدة مع القرآن يعني يتواتر مثل تواتر ماذا القرآن فاكتلفوا في ذلك تعرفون القياس يمكن يكون قياسا جليا ويمكن يكون قياسا خفيا والقياس هذا مهل اختلاف بين العلماء والقياس هذا قد تقيس ألبس وأنا قد لا أوافقك على قياسك قد لا أرى القياس الذي تقيس ه طيب إذا كان يمكن أن يتطرق الإخلاف إلى القياس بين العلماء هل يمكن أن يستعمل القياس في تخزيص الدليل نهل الآن قد نخطي بدليل نقيس عليه شيء معاصر مثلا نقول إنما لأجل توفر شروط القياس الأطراف المطلوبة أن تتوافق مع بعضها البعض عن علة موجودة فقلنا إذا كان هذا حرام فلازم أن يكون هذا حرام قياسا يعني يمكن واحد يأتي ويقول لماذا تقولون هذا حرام فنقول له ألم يقول النبي سلم كذا وكذا وكذا ألم ترى وجه الشبح بين هذا وهذا فيجلس وينظر جيدا ويقول لا أنا لا أرى الشبح قياس لا يقع هذا ليس لهرام إلا أن تأتي بدليل مستقيم تقول يا أخي أنت لا ترى المشابهة لا ترى أن هذا يشبه هذا علة التعريم هنا كذا وهذا كذلك إلا يقول لا أنا والله لا أرهد حتى الآن أنا ما رأيت العلا وبينه وبين الله ما رأى فهذا قياس اختلف فيه شخصان طيب هذا القياس هذا الذي هذه الآلية التي تسمى بالقياس هل يمكن أن نخصص به الآن فاختلف جوز بعضهم وبعضهم منعوا فبناء على هذا فقط يختلفون في أحكام أشياء كثيرة جدا هذا فقط فهذا يأتي يقول هذا الدليل مخصص تقول مخصص بهذا يقول لك بالقياس من الأمر الفلان وهذا يقول لك لا هذا ليس مخصص لا نستطيع المخصص به فيأضع التخفيص هذا فيأتي فيختلف أقوالهم في هذه الأمور قال الفتوى تكلم عن الفتوى بغير علم هذا حرام أن يفتي الإنسان بغير علم لذلك اشتعر فيما بينهم أن كلمة لا أدري نص نص العلم قال موانع لحوق الوعيد تجد لعن الله من فعل كذا كذا تجد الحديث التي وردت فيها يقولون ورود ورود الوعيد لا يعني إيقاعه لا يعني إيقاعه وروده شيء إيقاعه شيء شيء أقص وقد يرتكب الإنسان ما يجعله معرضا للوعيد ولكن مع ذلك الوعيد لا يقع عليه الوعيد لا يقع عليه وتحت هذا الأنوان قرأنا ما عدل له المؤلف رحمه الله تعالى موانع لحوق الوعيد تجد واحد إنه وقع في الخطأ الفلاني والخطأ الفلاني هذا يتركب عليه الوعيد ولكن الوعيد لا يقع عليه لماذا لموانع لموانع من هذه الموانع ما يكون جاهلا بالحكم إما يكون متعولا إما أن يكون أما الحديث لم يصح عنده إما أن يكون قد تاب من هذا الخطأ الذي وقع منه التوبة والرجوع إلى الله من موانع وقوع الوعيد وغيرها من الموانع التي ذكرها المهلف صالح أهوال من ترك العمل بحديث أهوال من ترك العمل بحديث هذا كما جمع تحت هذا الأنوان شتاة ما سبق بيانه في من الأزواب التي يجعل الإنسان لا يعمل بهذا بحديث من لا هديث قال ضبط الحد الذي ينتهي إليه الإجتهاد هذا تكلمنا عنه إذا اجتهاد تعرفون الإجتهاد ألتنا كنا المجتهد المصير له أجر والمفطئ له أجر طيب هل فقط إنسان إذا شبع أقل وشبع يعني شبع يعني ما شاء الله ثم أفضل فتبين أن فتواه خطأ فقط نقول له لك عجر لا إن يتأق يضحف هناك شروط يتوفر في المجتهد بعضهم قالوا المجتهد هذا لابد أن يكون مجتهدا مطلقا المجتهد المطلق المجتهد المطلق هذا هو الذي يستطيع أن يستهد في كل مسألة من مسائل الدين لا تأتي إليه ويقول لك لأنا أعتبر لله اسأل غيري هو يستهد في كل شي يعني هو الذي يقولون له المجتهد بالقوة المجتهد بالقوة يعني ليس أنه يرفع الأشياء الثقيرة لذلك قاموا المجتهد بالقوة لا معناه قوة الاشتهاد كاملة به يمكن يقال للإنسان متزوج بالقوة متزوج بالقوة هو في العقيقة ليس إلا هو زودة ولكنه متزوج بالقوة معناه لو أراد أن يتزوج له ماذا إمكانية الزواج له إمكانية الزواج معنه ليس بمتزوج ولكن لو أراد أن يتزوج يستطيع يعني له إمكانية له فلاحية أن يتزوج ولكن لم يتزوج فنقول له هو متزوج بالقوة وذلك يقال المشاهد المطلق المشاهد بالقوة يعني فيه قوة الاشتهاد فهيثما احتج إلى الاشتهاد يشاهد لأن القوة موجودة فإذا طرأ اشتهاد اشتهاد فيه فلذلك بدأوا يناقشوه طيب إلى أي حد يشتجد الإنسان هل هناك عدد الكتب التي ينبذي أن يقرأها قبل أن يصدر فتوى في مطأة اشتهادية مثلا هل هناك مدة أيام التي ينبذي أن ينكفها يتفكر في هذه المطأة الاشتهادية قبل أن يبدي فيها فتوى هذه الأشياء ولكن ما اتطاع أن يقول هذا هو الدق الذي ينتهي إليه هذا الإشهال المهم لذلك سمي بالإشهال لا بد من بضل أن تؤد والذي سيضل الجهد هذا يتوفر فيه شروط المشهد ولك بعضهم قال المام الشاطري في الموافقات قالوا ذكر أنهم ذهبوا إلى أن هناك المشهد الجثني المشهد الجثني هناك المشهد المطلق هذا يشهد في كل شيء وهناك المشهد الجثني هذا يستطيع أن يمارس الهشهاد في بعض القضايا فقط بل بعضهم قالوا الآخرون قالوا لا لا يمكن أن يكون بإشهاد إشهاد جثيا لا بد أن يكون إشهاد مطلحا فهؤلاء الذين قالوا لا يمكن الإشهاد الجزي فقالوا حد فقالوا كل مسلم مشتهد جزي لماذا قالوا الآن أنت لو سهوت في الصلاة أصرت في الصلاة قمت إلى رقعة الثالثة بدلا من الجلسة لي بالتحية لم تتلس بالتحية قمت ثم بعدين في رقعة الثالثة جلسة للتحية قبل أن ترفع أن تقوم إلى رقعة رابعان فأنت قبل أن تعرف ماذا ستفعل في نهاية الصلاة هل هو السجود قبل التفليم أو السجود بعد التفليم تحتاج إلى عملية الإشهاد حتى تقرر هل الذي وقع عليها يتلزم منه سجودا قبليا أو سجودا بعديا قالوا تحتاج إلى ماذا تشهاد نوعا من الإشهاد حتى تصل إلى ما ينبغي أن تفعل بناء عليه قالوا هناك بإشهاد جزئية فلا كل حال تكلمنا عن ضبط الحد الذي ينتهي رجل إشهاد قالنا لا نعتقل العثمة في الأئمة لا نعتقل العثمة في الأئمة يعني ليسوا معظونين الدلالة القطعية والدلالة الظاهرة غير القطعية وهذه النقطة هي التي كنا نتداولها أما في أما تقريبا قبل شهر مضى فانقطعنا عن اللقاء وتحت هذه النقطة بالضبط أخذنا منه جزءا يسيرا فكأننا في هذه الجزء التي هي الجزء التاسعة هذه الجزء التاسعة المفروض الواصل من قوره آخر ما قرأنا وقوره صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل لا وهو أحريص صحيح قدروه عنه من غير وجه وأن أخبه مع أن طائفة من العلماء صفه نكاه المحلل المحلل مطلقا عليها ومنهم من صههه إذا لم يستجد إذا لم يستجد في الأقل ولهم في ذلك عذار معروفة ثم هل هي الجزء هي الدرد هو الدرد ساعة صحيح تلك هي أما هو الدرد أشرا من طيب قال فإن قياس الأسول رأيتم قال فإن قياس الأسول إن دا الأول أن النكاه لا يبطل بالشروط كما لا يبطل بجهالة أحد العوضي بجهالة أحد العوضي وقياس القصور عند الثاني أن العقود أن العقود المجردة المجردة عن شرط مكترن لا تغير أحكام العقود لا تغير أحكام العقود ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر رأيتم التماه العذر لصاحب القول الثاني هذا ارتمث له العذر قال هذا هو الظاهر فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنهم إذن يقول إذا أنا ضغط في كتبهم سوف لن تجر هذا هذا الحديث هو يرى أن الأقش المجردة عن شرط مكترن لا تغير أحكام العقود أن العقود المجردة عن شرط مكترن لا تغير يعني فهنا أكبر الزواج أكبر الزواج شيء لية المحلل في هذا الزواج شيء هو يقول بأن هذا الشق الكامل في نية المحلل الكامل في نية المحلل يقول بأن هذا شرط مكترن مستقل عن ماذا عن الأقش فإذا كان مستقلا عن الأقش فلا ينبغي أن يضطل به الأقش لذلك قال ابن كينيا هذا العديد لن يبلغ القائل بهذا الكلام فالظاهر هو أن العديد لم لم يبلغه لأن الذي بلغه هذا العديد لا يتوقع منه أم ماذا أن يتكلم لنظر هذا أن يتكلم لنظر هذا الكلام قال ولو بلغهم لذكروه آخذين به أو مجيدين عنه إما أن يقضوا به إما أن يجيبوا عنه وهذا أسلوبهم تعرفون إذا ذهبوا مذهبا ورأوا حديثا آخر يخالف هذا المذهب ماذا يفعلون يبينونه يجيبون عنه يقولون حديثكم هذا جوابه كذا وكذا وكذا لذلك ذهبنا إلى كذا وكذا وكذا فهم ما أقضوا به وما أجابوا أنه فهذا دليل على أنه لم يبلغ هذا دليل على أنه لو أبلغ لو بلغهم أصنع كلامه كلامه أما ذهبوا إليه لأثاروا إليه لا لقاروا أما الحديث الفلان الذي راه الفلان فهو هديث إما بعيد فهو هديث لا يدل على هذا أو فهو هديث يدل على الأمر الفلان مثلا عنهم يجيبون عنه لذلك أحيانا تدد أسلوب شيخ الإسلام ابن القيم يناقش فكأنه يحدث مناقشة بين المخالفين بأدلة هؤلاء إذا جاء يتكلم نيابة عن هؤلاء يتكلم نيابة عنه فأنت إنما تقرأ إذا قرأت إلى النهاية تقول لا هذا هو القول الراجل ثم ينقلك إلى القول الآخر ويقول أما هؤلاء فقالوا كذا وقالوا كذا وردت على أدلة أولئك الذين كنت تظنهم هو القول الراجل بكذا وتقول هذا هو القول الراجل الآن ثم ينقل لك إلى قول أخر ثم يأتي في مذهب ويرد على هذين الذين يتصرفوا ثم يأتي في النهاية ويرجع يأتي في النهاية ويرجع فلذلك لو بلغهم حديث يجيبون عنه يجيبون قال إما قال ولو بلغهم لذكروه آقذين به أو مجيبين عنه أو بلغهم وتأولوه بلغهم وتأولوه أو اعتقدوا نفخه أو اعتقدوا نفخه أو كان عندهم ما يعارضه فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد لو أنه فعل التعليل معتقدا حله على هذا الوجه مثلا واحد هذا اعتقاده الحديث لم يبلغه أو بلغه الحديث ولكن يظن أن الحديث منصخ طيب هل تتوقع منه أن يعمل بالمنصخ لا هو بناء عليك لا ما في المشي لممكن واحد يطلق زوجته ثلاثة تقليقات فليكون هذه كلارك مزألة اختلافية واحد لو كنت أنت أنت طالق أنت طالق أنت طالق كم هو الآن الآن مع زوجته أغضبته وقل صبره فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو قال أنت طالق ثلاثا طيب ما الحكم هل هو ثلاثا هل هو واحد اختلف هو الراجح والله عالم وأنه واحد هو الراجح وأنه واحد لأن المرأة إنما نطقت بالطلاق أول أصبحت المرأة مجغولة بطلاق يتركب عليه أحكامه تطلق في عدة لا 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 يقع عليها طلاق آخر إلا بعد أن تخرجها من هالة العدة إلى هالة الزوجية ثم تطلق وإلا لجاب أن يطلق جار الرجل زوجة جارية لأنها الأهل لا يقع عليها الزوجية إلا ما يطالق أنت طالق هل في اليوم الثاني يمكن لرجل آخر يتزوج فيها لا يمكن إلا هي مزهولة هي مزهولة وهكذا كان في أهل النبي والسلم إلا نتق الرجل بثلاثة ثلاثة تتليقات يحفظ يعني واحدا طيب لو ذهب واحد إلى أنه واحد ضلق زوجه ثلاثة تتليقات متفرقات مثلا بعدين يريد أن يعيدها وذهب إلى ثريح وقال بس أنت تنشي وتزوج بها ثم فلقها وأحد من العلماء قال هذا جائز جائز لماذا لأنه إما يرغب أنتم نعم هذا الحديث ذأنا الله المحلل والمحلل له أنا أعرف هذا الحديث لكن هذا الحديث ضعيف هذا الذي يتعبد لله به الحديث ضعيف إذن سينا يقول الوعيد الذي ذكرنا لا يقعون عليه لا يصيب يعني اللحن وتعرفون أن الاعتقاد الاعتقاد مثلا هذا الذي يمشي سيمشي ويتزوج ويوكش غيره أن يتزوج بزوجته ثم يضلقها حتى تنظف حلالا له هو يعتمد على إذن من إذن ذلك العلم لو كان قسما أيهما يكون أعظم ظنبا على العلم لأنه المصدر والمرقش فقالوا لا يؤخذ إذا كان ذهب إلى تحليل هذا بناء على هذه الأشياء لا هذا الحديث يقول لكم لا أنا عارف هذا الحديث هذا الحديث ضعيف لا أنا عارف هذا الحديث هذا الحديث منصور أنا عارف هذا الحديث ولكن هناك حديث أعلى يقول كذا وكذا وكذا وبذلك أولنا هذا الحديث فرأينا أن مثل هذه السريعة جائزة فمثل هذا مثل هذا يعذر ولا نبدعه ولا نفسقه نقول هذا فاسح هو يحلل الزواج كذا وكذا وكذا لا نلتمس له العذر نسمع لماذا أنت تحلل وحديث يقول فيقول لا أنا عارف هذا الحديث أنا قلت هذا لأجل هذا وهذا 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 يقول في أمثال هذه ذهارة مثل هؤلاء لا يحبوا هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقدا هله ألا هذا الوعيد قال لا يرنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد وإن تخلف في حق بعض الأشخاص لفوات شرق أو وجود أو وجود مانع وكذلك استرحاق معاوية لعلنا نتوقف هنا ونبدأ من قوله وكذلك استرحاق معاوية رضي الله تعالى عنه والله تعالى عالم بإذن الله تبارك وتعالى لما سنهاول خطر إتطاعتنا أن نلتزم وفتعلنا على وشك الانتهاء من الكتاب عليك كذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسر لنا والله تعالى بيشيرك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر